سباح الخير مشاهدين وأهلا بكم بهذه الحلقة من برنامج الحدث وضيفنا في هذه الحلقة السياسي لبناني محمد عبيد ومعه سنبحث في شأن لبناني خصوصا الاستحقاق الرئاسي مع الحركة الرئاسية الجديدة والتصاعدية في اتجاه العماد ميشيل عون فهل تستمر سعودا وننتخب رئيسا للجمهورية في وقت قريب منها ستهبت قريبا ونبقى بلا رئيس كل المعطيات الداخلية الإقنمية والدولية المؤثرة في هذا الموضوع نبحثها في هذه الحلقة فتابعونا صباح الخير أستاذ محمد أهلا وسلا فيك بحلقتنا لليوم برنامج الحدث يلي طبعا في هذه الحلقة كل يوم نشوف معطيات جديدة ولكن عمليا الأمور ما زالت غامضة والجواب اليقين لا يملكه أحد هذه الأيام نلاحظ أن نسمع الشيء وضده في اليوم نفسه تصريحات إيجابية تقابلها تصريحات سلبية البعض يوحي منا بالتفاؤل وبعضها الآخر يوحي بالتشاؤم سنحاول في هذه الحلقة أن نفهم ما يجري على الصاعد الرئاسي هل نحن فعلا متجهون نحو انتخاب العمادعون رئيسا للجمهورية في وقت قريب أم أن الأمور ما زالت معقدة ومتأزمة وإذا كانت معقدة ومتأزمة أين تكمن التعقيدات والأزمات في الداخل فقط أم أيضا في الجهات الأقليمية والدولية المؤثرة في الاستحقاق الرئاسي في لبنان كل التفاصيل ما حضرتك بعد موجز لآخر وهم الأخبار مع كريستين أهلا بكم يقوم وزير المال علي حسن خليل اليوم بزيارة بكركي للقاء البطريار كبشار الراعي بعد أكثر من عام على انقطاع اللقاءات المباشرة بين مفادي عين التيني وبكركي والاكتفاء بالوساطات غير المباشرة وتأتي زيارة خليل في إطار ترطيب الأجواء مع سيد الصرح وشرح وجهة نظر الرئيس برري بشأن السلة وارتباطها بطاولة الحوار وما دار حولها من نقاشات بعد أن قرأت عين التيني بيان المطار الموارنة بإيجابية مشجعة على تفعيل التواصل مع بكركي علمت صحيفة النهار أن الرئيس سعد الحريري أطلع كتلة المستقبل في اجتماعها أمس على حصيلة تحركه في الأيام العشرة الأخيرة داخليا وخارجيا وفهم أن الحريري صارح كتلته بأنه وجد معارضة لخيار العماد عون لدى نائب فرنجي وحزب الكتائب وتمسكا للرئيس برري بخيار السلة ممرا لانتخاب رئيس كما لمس حذرا لدى نائب وليد جنبلاط في حين لمس حماسة لدى رئيس حزب القوات سمير جعجع وأفيد بأن الحريري سينضي في الأيام المقبلة بمشاوراته الخارجية التي تشمل الرياض من أجل بلورة مسعاه الرئاسي كما لم يستبعد أن يزور بكركي وفيما يلتزم الحريري الصمت حيال نتائج زيارته الأخيرة إلى الرياض وموقف المملكة من تبنيه ترشيح عون للرئاسة ذكرت صحيفة الأخبار أن ما تسرب عن لقاء وزير الخارجية السعودي عادل الجبير ونظيره الفرنسي جاماك إغو على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي يؤكد أن الملف اللبناني يقع في آخر سلم أولويات المملكة ونقل عن الجبير كلام في معرض رده على سؤال إغو حول حركة الحرير الرئاسية يفيد بحسب الأخبار بأن المملكة غير معنية بخطوات الحريري ولبنان بلد الحريري وهو حر في خياراته لكننا لن نكون معنيين أيضا حين ستقع المشاكل مع عون اعتبر نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن لبنان بحاجة إلى انتظام مؤسساته للقيام بمصالح الناس ووقف التدهور الحاصل لافتا إلى أن مشاركة الحزب في جلسة مجلس الوزراء أمس جاءت تأكيدا على هذه المنهجية ورأى قاسم في حديث صحفي أنه من الخطأ التفكير بعقلية المستأثر فالبلد لا يتحمل ذلك مشددا على أن الحل في لبنان لابد من أن يرتكز على التوافق بين مكوناته قاسم رأى أن كل شيء مؤجل في المنطقة إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية وما تقوم به الولايات المتحدة من مناورة باسم وقف إطلاق النار في سوريا ليس جزءا من وضع خطوات الحل السياسي إنما محاولة لمنع تقدم الجيش السوري وحماية المعارضة المسلحة وتقويتها مشيرا إلى أن ما يجري في لبنان اليوم ليس جزءا من الأزمة ولا جزءا من الحل يعقب مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة حول سوريا اليوم وقال ديبلوماسيون أن الجلسة التي دعت إليها روسيا ستتخللها إحاطة بتطورات الوضع في سوريا يقدمها المبعوث الدولي استفان ديمستورة عبر الفيديو من جناب وتأتي الجلسة غدت تحذير ديمستورة من أن الأحياء الشرقية لحلب ستدمر بالكامل بحلول نهاية العام إذا ما استمرت الغارات الجوية الروسية والسورية مناشدا جبهة النصرى التفكير في مصير سكان شرقي حلب إذا بقي مقاتلوها في المدينة وأعرب ديمستورة عن استعداده لمرافقة مسلحي الجبهة أثناء خروجهم من الأحياء الشرقية قائلا إذا قررتم الخروج بكرامة ومع أسلحتكم فإنني مستعد شخصيا لمرافقتكم وكان وزير الخارجية الفرنسي جون مارك إغو قد قال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرجي لافروف إن ما يحدث في حلب غير مسبوق ولا عذر للهجمات ضد المدنيين داعيا إلى وقف القصف الممنهج على حلب وإدخال المساعدات الإنسانية من جانبه أعلن لافروف أن روسيا مستعدة للعمل على مشروع القرار الذي تقدمت به فرنسا إلى مجلس الأمن بشأن الأزمة السورية شرط أن لا يتعارض مع اتفاق وقف إطلاق النار الأمريكي الروسي أو أي من قرارات الأمم المتحدة الأخرى ولفت لافروف إلى أن الاتحاد الأوروبي وضع خطة إنسانية بشأن حلب تستحق المناقشة والدعم الخبر الأخير من تونس حيث أقدمت سيدة تونسية على ضرب مسؤول تابع لمزارة الداخلية متهمة إياه بمحاولة التحرش بها وقد تداول ناشطون على مواقع التواصل شريطا مصورا للحادثة يظهر السيدة تنهال على معتمد منطقة سيد حسين السيجومي في العاصمة تونس ضربا بالحذاء وصفعا على وجهه وسط حشب من المواطنين وأفادت وسائل أعلام تونسية في وقت لاحق بأن النيابة العامة أمرت بسجن المرأة على ذمة التحقيق ختام الموجز عودة إلى كاترين وضيفها شكرا كريستين برحب فيكم من جديد مشاهدينا ومن جديد رحب بضيفنا محمد عبيد السياسي اللبناني أهلا وسهلا فيك من جديد السيد محمد أود أن أبدأ في هذه الحلقة من موقف غير لبناني ما نقل عن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير خلال لقائه وزير الخارجية الفرنسي جون مارك إيرو على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة كلام طبعا يفهم بطريقتين البعض يشوفوا إيجابة لمصلحة لما دعون وقد يدفع الرئيس الحريري إلى انتخابه بحيث أنه تحرر من الموقف السعودي والبعض يشوفوا أنه قد يعطل يفيد هذا الموقف بأن المملكة غير معنية بخطوات الحريري ولبنان بلد الحريري وهو حر في خياراته لكننا لن نكون معنيين أيضا حين ستقع المشاكل مع عون كيف يترجم هذا الكلام السعودي علما أن الموقف السعودي الكل ينظر إليه هذه الفترة لأنه يتميز بنوع من الغموض وعدم الوضوح أنا باتد أولا يكفي الرئيس سعد الحريري الغموض السعودي كي يقدم على خطوطه يعني بدعم ترشيح العماد عون إذا ما كان في موقف سلبي بقصد يكفيه الغموض لأن الغموض يعني بترك الأمور مفتوحة إلا إذا في اللحظة الأخيرة عندما يعلن الرئيس أو من المفترض أن يعلن الرئيس سعد الحريري خياره الجديد بدعم ترشيح العماد ميشيل عون لرئاسة الجمهورية إجاب بعدها شيء اتصال إجاب شيء موفد سعودي أو رسالة سعودية بطريقة ما تقول له أنه نوقف هون يعني أنه نحن تركنا الأمور ماشية بس شايفين أنه التوازنات الإقليمية ما رح تسمح بأنه نخليك تقدم على هذه الخطوة ساعتها بتصير هون القصة عنده هو بمعنى أنه هو ساعتها بدي يقرر بدي يضل ماشي بخيار لبناني صرف ولا بدي ياخد بعين الاعتبار هذا الموقف السعودي الذي ممكن أن يستجد بس هون بتشوفه هون بتشوفه أنه لا عفوا بس هون الكلمة إيه أنه بالبعض بيشوف فيها رسالة مبطنة يعني لما بقول أنه هو حر يعمل البدوية ولكن نحن لسنا معنيين أيضا حين ستقع المشاكل مع عون وكأنه يلمح إلى أن السعودية هي ضد العماد عون أنه فليتحمل الحريرة مسؤولية خياراته يعني ما حدا متوقع يطلع حدا سعودية مسؤول يقول نحن ضد عون يعني على طول الخطابات الدبلوماسية والعلانية لا تصالح بهذا الأمر بل أنه نترك الأمر للبنانيين هون وكأنه هناك رسالة مبطنة باتجاه العماد عون سنبيا هذا كلام مبني على شو؟ مبني على رؤية السعودية للعماد عون السابقة رغم كل الانفتاح اللي حاول أنه يعمله العماد عون باتجاه السعودية رغم الحوارات الأخيرة اللي صارت مع السفير السابق اللي يعني نقل من لبنان بشكل كمان غامض ومفاجئ في الفترة الأخيرة إذا ما أشل يعني مغدرته؟ ما بنعرف بس بعد ما كان أنه صار أكتر من لقاء بينه وبين العماد عون وفي حفل عشاء يعني كان فيه معزز ومكرم العماد عون بشكل كتير مميز وبارز يعني بين الحضور يعني صار فيه خطوات سعودية صراحة يعني بده واحد يقعد ينجم لا يقدر يفسرها هلا أنا برأيي أنه هذه الخطوات ليست مبنية على رؤية سعودية متكاملة اليوم السعودية أمامها أزمات كتير كبيرة بالمنطقة ما رح نقعد نعددها لأنها معروفة لكن أهم الأزمات اليوم الدولية القضائية الدولية التي تواجه السعودية اليوم هو قانون جستا اللي أقروا الكونغرس الأمريكي بأغلبية صاحقة يعني ونادر على فكرة فيه كثير من الأحيان وبالتالي صارت كل العائلة المالكة السعودية مع الحاشية مع كل من مر في أجهزة الدولة صار معرض للمقاضات أمام المحاكم الأمريكية وكلنا بنعرف المحاكم الأمريكية وقضاطها اللي كل واحد عنده استقلالية تامة في اتخاذ أي قرار هذا لنشغال هل يعني بالضرورة تخلي المملكة في المقابلة عن لبنان ما عم بحكي تخلي بس أنا عم أقول أنه اهتمامات السعودية اليوم حول وضع السعودية حول حجمها حول نفوذها حول يعني اليوم في هاي القضية القضائية في قضية اليمن ما ننسى صار في شي لافت خلال هاليومين كانت بريطانيا من أهم الدول الداعمة للسعودية في حربة على اليمن حتى قيل في مرحلة من المراحل يعني وفي التقارير موسقة بأنه حتى القنابل الزكية التي كانت توجهها الطائرات السعودية ضد الشعب اليمني بالقصف وغيرها أو مراكز القوى التي صارع أو تواجه السعودية كانت توجه من بوارج حربية بريطانية في خليج عدن وفي المياه الإقليمية لليمن وبالتالي هذه الدولة التي كانت داعم أساسي وفي مراحل ما عطلت لجان تحقيق دولية فيما يعني ارتكاب جرائم بحق الإنسانية قام بها الطيران السعودي ضد شعب اليمن اليوم هذه الدولة على لسان مندوبها في الأمم المتحدة بتقول أنه نحن غير معنيين لسنا مشاركين في حرب اليمن هذا كلام أول مبارح كلام جديد وفوجئ فيه حتى كثير من أعضاء مجلس الأمن لأنه دائما كانت بريطانيا في موقف داعم للعدوان السعودي فهذه المشاكل اليوم هذه المشاكل اليوم أنا بأعتقد أعطت فرصة للرئيس سعد الحريري كي يقوم بحراك مع الاعتبارات الداخلية في ظل موقف سعودي غير واضح غامض لحد اليوم وما أعطى أي تفسير حتى هذا الكلام هون بتشوفي غموض هون بهذا الكلام هذا الكلام حتى ما قال إنه إذا وقعت مشاكل قال إنه حين ستقع المشاكل معه نعرف إنه الوزراء الخارجية بينتقوا العبارات الدقيقة هلأ هذا هو نقل عنه وزير الخارجي السعودي مش هالشخص الأساسي والفاعل صراحة لا بالسياسة الخارجية السعودية ولا بالسياسة الداخلية بغيد النظر عن هذه الداخلية هلأ ممكن يكون حوار يعني هكي إلو طابع شخصي بس بالمبدأ حتى لو بدنا ناخد فيه ونفسره هو عم بقول أول شي إنه الرئيس الحريري حر في خياراته على المستوى اللبناني هو شخص مسؤول لبناني وهو بيأخذ قراره باستقلالية تانية معقول يقول غير هاي هاي شغلة لا مش إنه بيقول غير هاي كان فيه يقول إنه والله نحن على تنصيق ما نحن ويا كان فيه يقول إنه نحن يعني عم ندرس الخطوات يعني فيه أكتر من صيغة ممكن يقول فيها الفقرة التانية ما هو عساس إنه ما فيه تدخل يعني ما فيه تدخل طيب هلأ الخطاب السعودي الإيراني الأمريكي الأوروبية كل هذا الخطاب بيشبه بعضه إنه شأن لبناني ونحن ما ندخل هلأ هيدا الفقرة الأولى هاي الفقرة الأولى عم يصبغ صفة اللبنانية على الرئيس سعد الحريري منه هو مسؤول لبناني وبيأخذ القرار اللي هو بناسبه هون كويس الشقة التانية فيما يتعلق بموضوع إنه بكرة إذا علق هو والعماد ميشيل عون نحن ما رح نتدخل طيب ما حدا طالب تدخلكم إذا علق هو كله مبني على شو مبني على إنه العماد عون هو حليف لحزب الله على المستوى السياسي الداخل للبناني وبالتالي يعني شكل ما من تحذير هذا التحذير لا يلزم أحدا وانا بعتقد لا يلزم الرئيس الحريري برأيه أنا بعتقد لا يلزم الرئيس سعد الحريري الرئيس سعد الحريري ما بيوقف عن هيك خطوة هو يعني رايح باتجاهها مبدئيا حسب كل المعطيات إلا إذا تم يعني اتصال فيه برسالة رسمية من جهات سعودية في العائلة الحاكمة اللي هي الأساس واللي هو على صلة معاها يعني بمستوى أعلى من مسألة وزير الخارجي بمعنى أنه علاقته مع العائلة الحاكمة مبدئيا يعني هيك المفترض ومن خلال يعني الشي اللي ورته من أيام بيه أو من خلال هو ما هو كل حياته عايش بالرياض وبيعرف يعني نمطها العلاقات القائمة في السعودية طيب تحدثت عن أنه بشكل أساسي المشكلة معها قد تكون بسبب علاقة العماد عون بحزب الله يعني واليوم السعودية معروف أنه صنفت حزب الله إرهابيا وهي في ذروة خلافها مع إيران من هون بدأ أسألك بما أنه قتيت على ذكر اليمن والعراق والسعودية اليوم منشغلة بساحات أكثر حماوة بالنسبة لها ولكن هذه الساحات الأكثر حماوة يعني اشتبيكة بشكل أساسي فيها مع إيران يعني من اليمن للعراق للسورية فإذا كانت بتشوف هي اليوم بالعماد عون مرشح حزب الله بشكل أساسي وأن كان أطراف آخرون أيضا تبنوا هذا الترشيح ولكنه مرشح حزب الله هل انشغالها في ساحات أخرى يعني تخليها أو إخلائها ساحة لبنان للعماد عون وحزب الله ومن خلفهما بحسب ما ترى هي ربما من ناحية المنطقية إيران خلينا نصحح بالأول العماد عون ليس مرشح حزب الله حزب الله يدعم ترشيح العماد من شاء العون أشد بالداعمين للعماد عون هو أشد بالداعمين وهو أقوى الداعمين وهو اللي يتمنى أن يصل العماد ميشيل عون إلى رئاسة الجمهورية مش مختلفين على تفسير الموضوع إنما العماد ميشيل عون هو مرشح قائم وثابت ودائم لرئاسة الجمهورية مش من اليوم سنة الـ 2005 وقت اللي إجا العماد ميشيل عون على البلد ما كان حليف لحزب الله ولا كان على علاقة مع حزب الله وكان في محاولي من قوى 14 أدار لإبعاد العماد ميشيل عون وأنا في إحدى الزيارات اللي مرة كنت عنده فيها رويلي كيف مجموعات من قوى 14 أدار اللي راحوا فاوضوا بفرنسا وقعدوا هنوية بلقاء بالأوتال على ترويئة يعني على الطريقة اللبنانية كيف بعدها راحوا عند بعض أجهزة الأمن الفرنسية وطلبوا منهم تحذير العماد ميشيل عون من العودة إلى لبنان وبالتالي العماد ميشيل عون إجا هو عمل حيسيتو رغم كل الضغوطات التي مورست عليه لإبقاؤه في فرنسا إجا عمل حيسيتو عمل انتخابات تبين حتى اليوم أنه الأقوى على مستوى التمثيل المسيحي وتحديد التمثيل الماروني وبالتالي هو مرشح الأقوى والثابت لرئاسة الجمهورية إجا حزب الله إجا حزب الله بعد التفاهم الذي حصل في شباط الـ 2060 إجا حزب الله تبنى هذا الترشيح بوقت اللي أعلن عملياً العماد ميشيل عون لأنه في فترة الدوحة وانتخاب الرئيس ميشيل سليمان وتجاوز هاي العماد ميشيل عون من دون ما ندخل في الألعاب اللي صارت أنا ذاك في الدوحة على أي حال إجا أعلن ترشيحه العماد ميشيل عون فحزب الله بنى هذا الدعم للترشيح على منظومة علاقات قائمة مع العماد ميشيل عون والتيار الوطني الحر قائمة على الثقة من سنة 2006 بعد التفاهم حتى اليوم وعلى تجارب طويلة بحرب تموز وبعض حرب تموز حتى هلأ في موضوع مشاركة الحزب في سوريا إلى الأضايا الداخلية ولكنه ذهب بعيداً في هذا الدعم بدرجة أنه بدأ العماد ميشيل عون أنه أولاً وأخيراً مرشح الحزب اليوم الحزب الله ما ينزل على الجلسة لأنه مش ضامن أنه العماد عون يوصل رئيسة الجمهورية يعني هل يمكن فصل فصل طرفين ما في حزب الله لا ما فينا نفصل بس ما في حزب الله يرشح زعيم ماروني خلال نكون وقعيين نعم نرشحه في حزب الله يدعم ترشيح يتبنى يدعم مثل ما ما قالت أنه رشحه مثل ما الرئيس سعد الحريري كان داعم ترشيح دكتور سامير جعجع ولا داعم ترشيح الوزير سليمان الفرنجي هن تلقائيا مرشحين وقت اللي اجتمعوا ببكركي القيادات المارونية الأساسية اتفق على أنه هذا الموضوع الترشيح يبقى مفتوح وينشاف شو إمكانية أنه من يصل إلى موقع رئاسة الجمهورية إنما يكون حامل أكثرية معه شعبية في الشريحة الاجتماعية في الشريحة الاجتماعية لبنانية هلأ السعودية نرجع للسعودية السؤال الأساس السعودية اليوم هل ترغب بأنه تضيف لبنان إلى الساحات المتفجرة الأخرى أنا بأعتقد هون يدخل العامل الأمريكي قبل العامل السعودي لأن السعودية اليوم ما عندها صلة أو ما عندها جغرافيا مباشرة مع لبنان من جهة من جهة تانية السعودية كانت قد أوجدت نفوذ لها مباشر في لبنان من خلال العلاقة التي كانت قائمة مع سوريا ومع أمريكا ما ننسى أنه أعمدت سمح لي بس شير عم نشوف صور وصول وزير المالية علي حسن خليل إلى بكركة للقاء الباطريارك الراعي أعمدت اتفاق الطائف السلسي الإقليمي والدولي هي سوريا السعودية والولايات المتحدة الأمريكية السعودية بنت نفوذ في لبنان لأنه على المستوى مقبل هذا الاتفاق ومقبل كامب ديفيد كان النفوذ الأقوى في الوسط الوطني العام في الوسط القومي وفي الوسط السني تحديدا في لبنان هو لمصر وليس للسعودية السعودية دخلت على اللعبة في لبنان بشكل مباشر وقوي سياسيا بعد اتفاق الطائف من خلال التسوية التي صارت مع سوريا وبالتالي اليوم السعودية ليست لديها يعني قنوات مباشرة ليست لديها راعي ليست لديها يعني صلة وصل مع لبنان سوى هذه المجموعات أو هذه القوة التي ترتبط بها أما الراعي السوري اللي كان يعني بفترة ما على علاقة جيدة مع السعودي واللي كان يغطي النفوذ للسعودي في لبنان اليوم في حالة صراع مع السعودية فما نشوف السعودية بحجم أنه هي قادرة تعطي الوقت اللي بدها إلا طيب لماذا؟ طيب حزب الله يتاهمها بالتعطيل إلا إذا أرادت بعض القوى اللبنانية أن تزعن للموقف السعودي وللقرار السعودي يعني اليوم بيقف سماحة السيد خلانا أعمل مقارنة بسيطة بيقف سماحة السيد بيقول القرار عندي بمعنى عندي عند حزب الله نحن منقرر ونحن منقول لحليفنا الإيراني أو شريكنا الإقليمي أو حليفنا الإقليمي الإيراني أنه نحن شايفين مصلحة لبنان بأن ننتخب العماد ميشيل عون مثلا أو ننتخب فلان أو نعمل كذا وبالتالي نحن منقرر أتمنى أنا أنه تكون لدى الرئيس سعد الحريري القدرة لأن يقول نفس الكلام للراعي السعودي أو الحليف السعودي أنه أنا شايف مصلحة لبنان بها المرحلة أني أعمل هذه الخطوة حتى ننتظر البلد برأيك عند السعودية هذه القدرة على التعطيل قدرة السابقة لا طيب حزب الله يتهمها بالتعطيل ويرى الدكرة في ملعب السعودي التعطيل الانتخابات الرئاسية كيف نفهم هذا الموقف إذن من حزب الله وأيضا العماد عون نفسه سبق أن اتهمها بالتعطيل عبر وزير خارجي الراحل الأمير سعود الفيصل وتحدث عن فيتو سعودي يومها أنا مقلت أنه قلت السعودية تراجع نفوذها في لبنان لأنه هذا النفوذ كانت له طغطية سورية في مرحلة ما وبوجود الرئيس الراحل المرحوم رفيق الحريري وبالتالي تراجع هذا النفوذ هلأ بعد في ناسي بيسمعوا له ممكن أصلا في ناس خارج الإطار السن بيسمعوا له يعني أنا بتأديري الرئيس بري لحد اليوم كان بعده عم يلعب بها المساحة الفراغ هذه اللي هي اللي مرتبطة بالموقف السعودي أنه السعودي والنائب وليد جملات نفس الأمر ووفد الوزير عبو فعور وبالتالي كانوا بعدهم عم براهنوا أنه مش واضح الموقف السعودي بهالموضوع لنشوف شو بدنا نعمل فالرئيس سعد الحريري راح أبعد يبدو أنه مرتاح لموقفه ولخياراته إذا كان مرتاحا لموقفه وخياراته ماذا ينتظر لإعلان انتخاب العمادعون أو تبنيه انتخاب العمادعون بشكل صريح خرجت كتلة المستقبل بالأمس بيبين نفسه يعني الكل كانوا نعطرين أنه ربما سيعلن اسم العمادعون لم يعلنها ماذا ينتظر الرئيس الحريري أنا بأتقد حسب يعني المعطيات المتوفرة هيك ببعض الكواليس أنه حراك الرئيس سعد الحريري ليس تضيعا للوقت هو حراك جدي باتجاه خيار ما وعم بسر بهالموضوع لأكتر من جهها وعم يستشير ناس عنده أمرين عم يعمل حساباتهم بشكل أساسي أنا بعتقد بعيدا عن الموضوع السعودي اللي يبدو أنه يعني صار قاطع شود بتجاوز هالموضوع إلا إذا كان برجع بقول إلا إذا كان هناك يعني رسالة واضحة ومباشرة له بأنه مش هك تسريبات يعني أنه خلص وقف هون وما تكمل لأنه ما رح نمشي به هو وزار السعودية مؤخرا ببداية جولته يقال أنه رح يعمل جولة أخرى وأيضا قد خلينا نشوف بس هو عمليا هو عمليا مش عم يعني هلأ اللي عم يعمله مش تضيع للوقت ليس مناورة يعني لا هو تحضير لموضوع ما نعم فيه أمرين عم بفكر فيهم أنا بعتقد حسب ما يعني يتواتر من أحاديث في الكواليس الأمر الأول هو وقع هذا الموضوع الشعبي لأنه هو أصلا بيعتبر أو ما بعرف يعني كمان لازم المحيطين فيه يكونوا قادرين يقدروا الموقف الشعبي وان رايح نعم أنه بيعتبر أنه أصلا اهتز الوضع الشعبي مش بس نتيجة غيابه ونتيجة عدم توفر الأموال ووقف المؤسسات وكلها يعني المنظومة المالية يعني الاستثمارية اللي كانت قائمة كلها تراجعت في أمر آخر إله علاقة بهذا الموضوع هو ترشيحه للوزير سليمان فرنجي نعم إذا أحد بده يحكي بالمنطق طيب اللي قادر يحمل ترشيح الوزير سليمان فرنجي اللي هو كمان حليف لحزب الله وحليف للقيادة السورية كمان قادر يحمل بكون قادر يحمل العماد ميشيل عون لأنه حلف العماد ميشيل عون مع هذه القوى مستجد نعم ولكن في سؤال منطقي مقابل بس حلف الوزير سليمان فرنجي قديم في سؤال منطقي مقابل أنه يلي شايف نتيج ذهبوا نحو تبني ترشيح سليمان فرنجي بيرجع بيعملوا بيروح نحو أنهب تبني ترشيح العماد عون لمدفع الثمن غالي قد تكون الانتخابات البلدية جزء من هذا الثمن ليس ما حدا شاف نتائج انتخابات البلدية لحد هلأ سببها الغياب السياسي الفعلي على الأرض لتيار المستقبل ما ننسى الانتخابات البلدية كل القوى طلعت مجروحة منها صعود خلينا أعطيك مثال سنية مثل الوزير أشرف أخرى الخليف والتبين داخل كتلة المستقبل حول هذا الموضوع هادي استغلوا الفراغ ما حدا ما طلع مجروح هلأ في مشكلة بجنوب اليوم في سبع بلديات لحدها صار مجبر على الاستقالي من قبل التفاهمات اللي قائمة بين الحركة والحزب لأنه هيدا البلديات طلعت من دون أي يعني أو في مواجهة اللوائح المشترك اللي عملوها وبالتالي كلهم طلعوا جروحين من الانتخابات البلدية وبيّن أنه وضعهم الشعبي مش منيح نتيجة شو نتيجة انهيار الدولي ونتيجة أنه أنتم مسؤولين وما عم تعملوا شيء للناس فكيف إذا زدت عليها غياب الرئيس سعد الحريري الكامل عن الساحة السياسية وتحديدا عن الساحة السنية هلأ بالشق الشعبي هذا مثلا هديك اليوم أنا كنت عم بيسمع مقابلة الوزير أشرف ريفي مبين الوزير أشرف ريفي رغم كل الصراخ العالي اللي عمله ورمي الأسماء في بعض الأمور والاتهامات مبين في موقع ضعف وليس في موقع وين شفت موقع ضعف لأنه بدأت من نفسه بشكل كبير جدا وخيارات واضحة لا موقع ضعف اليوم أنه أولا فيه إشكالية فيما يعني موضوع بلدية طرابلس مبين أنه عنده إشكاليات ومبين أنه هو بلش يفكر يعمل تسويات من خلال اتصالاته عفوا مع قوة هو بيعتبره أصلا 8 أدار ووصفه على أنه 8 أدار لحتى لي حاول بخطاب شعبوي يعني فتنوي تحريدي حتى يحاول يرجع يستجمع هذا المناخ شو عمل راح على اتهام حزب الله بموضوع اغتيال اللواء وسام الحسن هذا الكلام أنا برأيي موجه للحريري أو ضد الحريري مش ضد حزب الله لأنه لو عنده أدلي كان لازم يحط هو كان مدير عام قوة الأمن الداخلي وقت اغتيال الرئيس عفوا لواء وسام الحسن وبعدين هلأ هو وزير عدل إذا عندك أدلي رح حطه بالقضاء حطه عند الأجهزة الأمنية خليها تتابع التحقيق فيها لا خلينا أرجع على الموضوع الشعبي الهدف من هذا الموضوع أنا عم بحكي على القصة لأوصل لنقطة الهدف من هذا الموضوع هو الشغل على زاكرة الشارع السني بمعنى أنه هذا المرشح اللي عم يدعمه الرئيس سعد الحريري أو ممكن يدعمه الرئيس سعد الحريري اللي هو العماد ميشيل عون هو حليف حزب الله اللي متهم بأغتيال الرئيس رفيق الحريري بعض أعضاء واللي هلأ أنا عم لكم عندي إثباتات أنه هو هو بحاجة بمعنى بغض النظر عن مسألة اتهام حزب الله بأغتيال اللي هو الحسن ولكن هل اليوم الجمهور السني بحاجة لتذكير أنه العماد عون هو حليف حزب الله لا بحاجة للشغل ليس هذا الخيار الاستراتيجي بشكل أساسي بحاجة للشغل على هذا الموضوع بمعنى أنه إعادة تحريك الزاكرة وتحريضة على أنه انتبهوا اللي هلأ جاي ياخدكن على هذا الخيار ما هو اليوم عم بيصارعوا للرئيس سعد الحريري فهذا الشق الشعبي اللي كنت عم بحكي النقطة الأولى اللي عم ينشغل عليها لحد تالي لازم يتخطها هاي مسؤوليتها مش مسؤوليتنا بالنهاية كمان لا السنة ولا الشيعة كمان فيهن أنه يفرضوا الرئيس الماروني لبالدنيا مثل ما عم يقبلوا ولا كانوا يقبلوا وقت اللي راحت كل الأحداث اللي صارت بالسابق على أنه الرئيس الماروني صاحب الصلاحيات اللي تساوي صلاحيات ملك كان يختار رئيس الحكومة اللي هو بيجي عباله وكان هو له تأثير في انتخاب رئيس المجلس كان ممنوع تقولي عطوفة كان ممنوع تقولي دولة رئيس مجلس النواب تقولي عطوفة رئيس مجلس النواب وبالتالي هذا الشق هذه النقطة الأولى نقطة التانية المهمة اللي كمان واقف عندها حسب ما بعتقد هي أنه بركي هاي الخطوة ما نجحت يعني بركي نشأت عراقيل بعد ما كنت أنا أعلنت ومشيت بهذا الموضوع بركي نشأت عراقيل ممكن أن نتوقف هذا الموضوع سلة الرئيس بري وغيرها سلة الرئيس بري هايدي لا أريد أن أحكي فيها بعد شوي أنتقل للصحف لا العراقيل خليني شو العراقيل اللي ممكن تقلق العراقيل العراقيل الأساسي فيما يعني حزب الله خليني نقول إذا كان الوهم حق الموضوع حزب الله حزب الله قدم بشكل موسق للرئيس سعد الحريري عبر العماد ميشيل عون ضماني بأنه لن يقف أو لن يضع عراقيل لن يقف حجر عسرة في وجه وصوله إلى رئاسة الحكومة إنما هذا لا يعني أن حزب الله سيقوم بتكليف الرئيس سعد الحريري إلى رئاسة الحكومة ممكن يكون موقفهم يعني ورقة بيضة بهذا الموضوع لا هاي الضمانات تأمنة طالب تتأشعى الانتخابات النيابية عام للأمان هل هذا الشيء اللي تسرب لا قد تكون هيدلوب بالمشكلة يعني أنه هو ما بهمه فقط يتكلف هلأ برئاسة الحكومة بهمه يقدر يحكم ويستفيد من هذا الموقع وإلا ينتلت أربعة شهر شو بدي يفوت على السلطة حتى يحكم طبعا في تفاصيل كثيرة بعد وأسئلة كثيرة ولكن سترى وقت ننتقل لك رسين والجولة اللومية على أبرز مواردة في الصحف ونتابع من بعد شكرا كاترين بحيكم جديد مشاهدينا جولتنا رح تبدأ مع صحيفة اللواء نقلت مصادر نيابية عن الرئيس الحريري أن لا قرار نهائيا متخذ فيما خصى ترشيح العماد عون وأنه لمس خلال مشاوراته أن الرئيس بري والنائب جنبلاط وحزب الكتائب غير متحمسين لانتخابه رئيسا في حين أن جعجع كان له رأي داعم لترشيح عون ونقلت هذا المصادر عن الحريري أنه سيقوم بجولة اتصالات وزيارات تشمل فرنسا والسعودية وربما تركيا ومصر وبحسب المعلومات فأن الأمور المتعلقة بالاستحقاق الرئاسي لا تزال في مرحلة جوجلة ولم تصل إلى مرحلة الخيارات والخيارات الرئاسية لم تنضج بعد وقد تحتاج إلى أكثر من أسبوعين مصادر اللواء أوضحت أن الحريري لا يقيد نفسه بمهلة أو بوقت وأنه عندما تكون هناك معطيات أو يطرأ شيء محدد وملموس سيعود إلى الكتلة لاتخاذ القرار المناسب وفيما تريثت مصادر الرابي في التعليق على بيان الكتلة أكد نائب في التكتل أن عون يكرر في مجالسه الخاصة ارتياحه لتطور العلاقة مع الحريري في المقابل تنقل شخصية سياسية معروفة عن مسؤولين في حزب الله أنه في ضوء التطورات الجارية لم يبقى خيار أمامهم إلا السير بعون رئيسا وإلى افتتاحية صحيفة السفير حتى الآن لا يبدو أن الأمور قد نضجت على عكس الكثير مما يقال ويروج لا بل يصح القول أننا حتى هذه اللحظة ما زلنا بعيدين عن التسويات في الرابي أجواء وردية جدا حتى أن العماد عون بات ذهنه مشدودا إلى خطاب القسم وثم تمن يردد أن تشكيلات الحرس الجمهوري أنجزت ورقيا من دون تجاوز حقيقة وجود مجموعة من المستوزرين الطامحين الذين يتنافسون على تقديم النصائح طمعا بكرسي من هنا أو مقعد استشاريف بعبدة من هناك في بيت الوسط يتصرف سعد الحريري بوصفه صانع الرؤساء ثقته العالية بخياراته تجعله لا يقيم وزنا لأقرب المقربين إليه ممن يهددون بالويل والسبور وعظائم الأمور إذا قرر المضيف خيار عون حزب الله كعادته يتلقى اللكمات من كل حدب وصوب من الحلفاء كما من الخصوم رغم ذلك لا يمانع من ترفيذ عملية أسر رئاسة جمهورية من ضمن معادلة يكملها رئيس حكومة بدل أن يبدي حسن النية لا يتوانع عن اتهام الحزب بالتعطيل الجائر من المنابر الدولية والمحلية وها هو الرئيس بري خطوطه مفتوحة مع الحريري وينتظر مفدا قريبا من عون وأنطناته ترصد كل ما يجري على خط بيروت الرياض نتابع مع السفير أما سمير جعجع فيجلس عند تلك التلة الجميلة في معراب مراقبا المشهد إلى حد الانتشاء بمعادلة رابح رابح ففي الشارع المسيحي ترتفع أسهمه خصوصا في ضوء تفاهمه سياسيا مع الرابي هو حتما مستعد للقتال في سبيل عدم وصول سليمان فرنجي إلى القصر تكريس نظرية الرئيس القوي لن يكون بمقدور أحد استثمارها من بعد ميشيل عون إلا هو نفسه أي جعجع وإلى صحيفة الجمهورية وهذه المعلومة أعلم أن باريس في صدد تحريك عجلاتها الدبلوماسية لمواكبة الحركة الرئاسية الجديدة خصوصا مع طهران علما بأن اتصالات سابقة على مستويات عالية حصلت بين العاصمتين كانت باريس تطالب فيها بتسهيل الانتخابات الرئاسية في حين أن الاتصالات بين الصرح البطر ياركي والإليزي مستمرة لمواكبة التطورات الراهنة خصوصا بعد مبادرة الحريري ويتزامن ذلك مع متابعة فاتيكونية لحركة الرئاسة إضافة إلى التنسيق بين الكرسي الرسولي وباريس لأجل إتماني الاستحقاق وإلى تحقيق الزميل ردوان مرتضى اليوم في صحيفة الأخبار تحت عنوان بصمات سعودية من تفجير الرويس إلى متفجرة كسارة وإليكم التفاصيل كشفت المعلومات الأمنية أن بسامن طراس كان على تواصل مباشر مع مسؤول العمليات الخارجية في داعش أبو الوليد السوري والأخير أشرف على التفجيرات الانتحارية التي استهدفت المدنيين في برج البراجني في 12 شرين الثاني الماضي كذلك فإنه الرجل الذي هندس الهجمات الانتحارية في اليوم التالي في باريس تبدأ الحكاية من محمد الأحمد وحسين الزهران من العقول المدبرة لعدد من التفجيرات الذين اختلفا مع نعيم عباس منظم التفجيرات التي استهدفت الضاحية مرورا بمحمود الربيع والسطام الشتوي ومحمد عمر الإعالي وصولا إلى الطراس وهنا تحديدا يحضر طيف الاستخبارات السعودية عبر أحد أدواتها التنفيذية في لبنان كتائب عبدالله عزام هذا التنظيم أسسه أحد ضباط الاستخبارات السعودية السابقين ماجد الماجد الذي يعتقد بأنه كان مرتبطا بمدير الاستخبارات السابق بندر بن سلطان تجددت الشبهة في التفجير الانتحاري الذي استهدف المستشارية الإيرانية ورصد اتصال بين المنفذين ورقم هاتف سعودي ورغم أن السلطات في الرياض تلقت معلومات عن رقم الهاتف المشبوه إلا أن أي إجراء لم يتخذ بحقه بل بقي الهاتف شغالا بلا أي معويقات في أعمال أمنية أخرى أحد العناصر التنفيذيين في الهجوم كان المطلوب محمود الربيع الذي لعب دور المنسق الأمني اختفى الرجل ليتبين لاحقا أنه انتقل إلى تركيا بقي على تنسيق مع الأحمد والزهران الذين نشطا لمدة على الحدود العرسالية مع القلمون قبل أن يفقد أثرهما منذ أسابيع عاد اسم الربيع على لسان الموقوف الرئيسي في خلية كسارة علي غانم ليذكر أنه اجتمع مع الطراس في منزل مستأجر من قبل الربيع في تركيا لم يأخذ القضاء بكل ما سبق ضرب بهذه المعطيات عرض الحائط استنفر القاضي سقر سقر لنجدته حرصا على أن يقضي الأخير عيد الأطحى في منزله وهنا يطرح سؤال مركزي هل الغضب على توقيف الطراس من قبل الأمن العام كان محليا أم أن المحرك موجود في السعودية وهدف الغضب كان إخفاء ارتباطات الطراس وهل خفوط الغضب بعد توقيفه من قبل فرع المعلومات ما رده الاطمؤنان إلى أن الجهة المحققة لن تستهدف المشغل الحقيقي لكتائب عبدالله عزام والطراس ومن أسئلة أزميل ردوان مرتضى في الأخبار ننتقل إلى صحيفة النهار تحذير روسي لا يردع واشنطن وديميستورا يقترح مخرجا لحلب كتب موسى عاصي من جنب كشفت مصادر ديبلوماسية بارزة أن نقاشا يجري فعلا بين أطراف عدة منهم الروس والأمريكيون في شأن إخراج مسلحين من النصرى من شرق حلب وقالت المصادر أن الطرفين الروسي والأمريكي موافقان على العدد الذي ذكره ديبلوماسية الذي ذكره ديبلوماسية تسعمائة مقاتل علما بأن العدد كان أكبر بكثير في تصريح لديبلوماسية الأسبوع الماضي أمام مجلس الأمن عندما قال أن عدد مقاتلي هذا التنظيم يشكل خمسين في المائة من مجموع المقاتلين شرق حلب البالغ ثمانية ألاف مقاتل وأضافت المصادر أن خطوة ديمستورا تقليل العدد إلى تسعمائة تهدف إلى إيجاد مخرج يرضي الروس ولا ينهي وجود الثقل العسكري للمجموعات المعارضة في شرق المدينة خبر دولي أيضا من صحيفة الفينانشل تايمز البريطانية في عام 2003 تسبب الغزو الأمريكي في تزايد الطائفية في العراق بين السنة والشيعة والأكراد وهو الأمر الذي تزايد بعد ذلك واعتادت عليه الساحة السياسية العراقية لكن الآن أصبحت كل طائفة تتصارع داخلها كما تتصارع مع الطوائف الأخرى مشيرة إلى أن هذه الصورة الشديدة تهدد بتقسيم البلاد على المستويات الاجتماعية والقبلية والسياسية بشكل أكبر ما يهدد وحدة الجيش العراقي الذي يحافظ على وحدة العراق حاليا بهذا الخبر من الفينانشل تايمز أختم الجولة فاصل نعود بعده لمتابعة الحدث نتابع مشاهدينا هذه الحلقة مع ضيفي محمد عباد السياسي اللبناني محمد كثير الأمور متشابكة كنا عم نحكي عن سعودية بشكل أساسي بأول محور هذه الحلقات متشابكة لأنه الجرائد بتكون عندها مصادر مختلفة لأنه في كتير معطيات وعوامل بس إذا الواحد بتابع الحراك اللي بالكواليس ما هل قد متشابكة في معادلة كتير بسيطة بنرجع لللي وقفنا عنده حزب الله قدم دمانات موسقة للرئيس سعد الحريري عبر العماد ميشيل عون بأنه لا مانع لديه من ترقصه نعم كنت سألتك قبل الفاصل هل هذا يكفي؟ هل هذا يكفي؟ هل لا الكرة بملعب الرئيس سعد الحريري أنه يطلع يوقف ويقول نحن نتبنى ترشيح العماد ميشيل عون يطلب ضمانات أكتر لا يكفي أنه نحن نقبل بك رئيسا للحكومة نقبل بك أولا يريد أن يشكل حكومة هل سيستطيع أن يشكل حكومته في حال كله أولا ثانيا هل سيستطيع أن يحكم؟ مشان هيك اليوم عم نسمع عن هيد السلة لا 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 إذا كانت النواية إيجابية متل ما مبين عند العماد ميشيل عون متل ما مبين عند حزب الله واللي قدم فيها بهذا الموضوع وما ننسى أنه حزب الله كان له اليد الأساس يعني في إسقاط الرئيس سعد الحريري هو وعلى باب البيت الأبيض أو على باب حتى المكتب البيضاوي ومن باب العماد عون هون نعم يعني الكل كانوا نفس المنظومة لذلك ما فينا نجي هلأ نحن نقول الجو اليوم متل الجو السابق هلأ فيه إيجابيات عم يتعطوا فيها كل الأطراف هذا الموضوع خاضع للتجربة بس اليوم إذا انتخب العماد ميشيل عون رئيسا للجمهورية وتم تكليف الرئيس سعد الحريري برئاسة الحكومة كمان الرئيس سعد الحريري بدي يكون موضوعي ومنطقي في التعاطي مع تركيبة الحكومة مع البيان الوزاري بدي يشوفها الإيجابية اللي تعاطى فيها الحزب بهذا الموضوع يعني كي بدي يقابلها بإيجابية بس خلا نقطع هذه المرحلة والحقائم خلا نقطع هذه الخمس ستة شهر حودي مثلا وجينا على الانتخابات النيابية عملنا انتخابات وبتبين أن الرئيس سعد الحريري عم بحكي مثال أنه حجمه النيابي على المستوى الكتلي اللي اليوم بمثلها تراجع لنقول للتلت أو للنص كمان بتتغير موازين القوى على مستوى التمثيل السني اللي هو المفترض أن يكون الرافعة لموضوع رئاسة الحكومة طيب هذا شو بيعمل له حزب الله كمين بدي يعمل له معركته الانتخابية بالوسط السني لكن بالمنطق اليوم هالمعقول يقبل بكل هيدا كل هيدا التنازل يعني يوصل لمرحلة أنه ينتخب العيمة دعون ويتحدى يعني جمهوره وقتلته والسعودية دعم ولكن شو التمن التمن يعني لئيسة الحكومة على مدى أربعة أشهر فقط هل يمكن أن يقبل بهذا الأمر هل يطالب بضمانات أكثر شو فينا نعمل له عم ينحكي أنه عم يطالب بي اللي بينعمل حسب ما عم نقرأ يعني أنه عم يطالب وأنه عم يفاوض لي مدعون على هالنقاط أولا أنه تتمدد لأنه تتأجل الانتخابات السنة وأنه يكون القانون قانون الستين هيك عم نسمع يعني هيك عم نقرأ شو هل الدوايخة يعني بنرجع للتمديد ما نحن كل الكوارث اللي نحن عايشين فيها بسبب التمديد ما نحن اليوم يعني شيء في شغلات فعلا يعني بالقراءة السياسية أو بالحراك السياسي اللبناني ما إلى تفسير وبعد شوية بتخلي الواحد يعني يشوف يعني كأنه كلها خارج المنطق مش كأنه هي كلها خارج المنطق اليوم من عمل للألف وخمسمية وتسعة وخمسين كله بناء تقريبا بأيلول الألفين وأربعة قائم على شو بالبند الأول فيه على رفض التمديد لرئيس الجمهورية مش هيك وصار اللي صار واعتبرت العالم أنه التمديد للرئيس العماد إيميل لحود أدى إلى ما أدى إليه من خراب بلبنان منظومة أربعة عشر أدار منيجي هلأ طيب صار ممدد لمجلس النواب مرة وإذا كان هذا الكلام صحيح إذا كان هذا الكلام صحيح نجعل منقول هلأ أنه كمان بدنا نمدد سنة طيب هذا التمديد مش خراب على لبنان ولا تخريب للحياة السياسية ولا ضرب لحالة التمثيل ما كمان بدنا نشوف نحن هاي القوة بعد كل هالتجارب بعدها بتمثل فعلا مثل ما هي بتمثل ليش أنا عم بفترض أنه هو اللي رح يضعف ما فيه قوة كتير تانية ممكن تضعف يمكن حزب الله يضعف بنسبة ما وغيره يضعف بنسبة ما العماد عون جعجع كذا يعني ممكن أطراف تانية كمان تضعف ما فيه واحد يجي حظه بدكت أنت تعملني رئيس حكومي إلى أبد الآبدين حتى لي أنا أمشي معك ما بتصير هاي القصة هون يوم بالأخبار قرأنا أنه الرئيس بري يهم رئيس المجلس النيابي أن يوضح العونيون على الأقل حقيقة ما تم الاتفاق عليه مع الحريري على الهامش خصوصا حول ما يتردد عن الاتفاق على توزيع الحقائب الوزرية وموافقة التيار الوطني الحر على تأجيل الانتخابات النيابية سنة واحدة إكراما للحريري وطبعا فيه تفاصيل مرحلة هلأ هاي كلها تكاونة أنه يستفيد من هذا الموقع يقدر يرجع يعني يستفيد يلملم جمهوره يلملم قاعدته الشعبية يستفيد السياسي وأنه قانون الستين أيضا هلأ هيدا قانون الانتخاب هيدا قانون الانتخاب خلينا نحكي يعني بالأول كل هيدا لحد هلأ فرضيات ما في شيء ملموس بأنه تم هناك اتفاق أو تفاهم بين العماد عون والرئيس سعد الحريري حول نقاط محددة والطرفين بكل صراحة لا يملكان التقرير لوحدهما في هذا الموضوع يعني بدهم يرجعوا للقوى الموجودة الأخرى يعني العماد عون عنده حليف أساسي اسمه حزب الله وفي حليف الحليف الرئيس برير وعنده القوات اللبنانية كمان وعنده القوات اللبنانية كمان بده ياخدها بعين الاعتبار وحزب الله كمان ضنين بالحلفاء الآخرين يعني ما رح يترك الوزير سليمان الفرنجي وغيره وبنفس الوقت الرئيس سعد الحريري عنده ما تبقى من الحلفاء من الشخصيات المستقلة وغيرهم وبالتالي وحزب الكتاب ما ننسى كمان والنائب وليد جنبلات وبالتالي ما بيملكوا لحالهم اتنيناتهم انه نيقرروا انه الامور منتفي عليها هيك وبتمشي هيك لا كل اللي صار حسب ما بعرف انه في طرفين كل واحد جاي من موقع سياسي مضاد للتاني التقوا مع بعضهم واتفقوا على السير سويا بإعادة يعني إيجاد تسوية داخلية حول موضوع الرئاسي ورئاسة الحكومة أما استباق الأمر بمعزل عن قانون الانتخابات بمعزل طبعا لأنه مش بييدهم لأنه مش بييدهم هذا الموضوع مش بييدهم هذا موضوع بده ياخد آلياته الدستورية من خلال بعد الانتخاب بتم تكليف رئيس حكومة بيعمل استشارات كذا كذا طبعا الدستور هو فوق الاعتبار هذا الواقع هذا الواقع اللي راح يصير لا لا تقول لبالك هذا الواقع اللي راح يصير أيا متى نطيروا الاستشارات النيابية لا لا هذا خليني ألك هذا أمر تاني لا بينطروا كيف يعني لا لك كيف بتصير القصة اليوم بيجي العماد عون أنا صرت رئيس جمهورية بدي أخذ بكون حاط براسه أنه أنا بدي أخذ من هذه الحكومة لأنه نقول ثلاث أربع وزارة بكون براسه أي حقائب بدي يفاوض عليها ومن هن الوزراء اللي بدوا يسميهم نفس الشي بيكون الرئيس سعد الحريري نفس الشي الرئيس بري وذا بيفكر أكتر بالطرف نفس الحقائب نفس الحقائب نقعد على الطاولة وبتصير فيه مشاورات ومفاوضات حول هذا الموضوع حتى نشكل الحكومة لا خليني لك هذا موضوع آخر بس اليوم أنا بس اليوم ما في وقت لي يمده بس اليوم أنا ما في يأجي أنا هلأ ركب حكومي وقر أنون انتخاب وهذا قبل ما انتخب رئيس جمهورية يعني هذه شغلة يعني خارج الخيال بعد شوية لأنه بتصير لأنه مش طبيعية أنه الواحد بكون عم بركب كل اللي لازم يعني يمر بآليات دستورية معينة بكون عم يعملها قبل ما يعمل الخطوة الأولى اللي هي انتخاب رئيس من هنا منطلق يعني موقف الكركي وموقف البيانة المطارين المواردين اللي كان ضد السلة بتشوفوا يعني هلأ أسلي عند الرئيس بري آخر شي طلعت سلت كعك العباس عليه السلام يعني ما بعرف والله أنا يعني هاي الشغلي صار فيه بعض الشغلات بالعمل السياسي صار فيه شكل ما من التهريج صراحة يعني مرة سياسي بحط على تويتر ما بعرف شو مرة هذا الأداء السياسي لقيادات المفترض أنه هي حاملة هم البلد وحاملة مسؤوليات وبدأت تقرر مصيرنا ومصير ولادنا ومصير أحفادنا ومصير الأجيال اللي جاي اليوم بنام مع السلة بكرة بفيه بلا السلة بوافقة على بيان المطار لا موافقة خليلي إليك سلي نحن بدنا نعرف شو هي السلة ما نحن عم نقول شو هي السلة إذا السلي الموجودين على طاولة الحوار آه للرئيس جد والأعمال الحوار خليه يحمل مسؤولياته هو وغيره عشان ما نكون عم نحكي إليه خليه يحمل مسؤولياته أنت رئيس مجلس نواب وقت اللي زبطت موضوع التمديد أنت والمنظومة الحليفة إليك كلكم اتعهدته وأنت على رأسهم بصفتك رئيس السلطة التشريعية بأنه بدك أنت اتقر قانون للانتخابات في وقت قريب وتعهدت أمام الرأي العام المشكلة أنه هني بيتكلوا على أنه هذا الرأي العام بينسا أنا شو عم بحكي أنا عم أقول لا بس في مسؤولية أنا اسمه رئيس السلطة التشريعية أنا بعمل خلوة مفتوحة بعمل خلية عمل يومية لإقرار قانون انتخاب يتم التفاهم عليه ما بترك الأمور بعدنا على نفس عقلية وآليات غازك نعانو عبد الحليم خدام نوصل قبل الانتخابات بشهرين شو منقول ما بقى نلحق ما بقى نلحق خلينا نمشي بهذا شو بقى نرجع لو وراء نحنا هلأ هلأ بس يجي هذا المجلس النيابي منضبط قانون الانتخاب من جديد حاجة يعني ضحك عن ناس وحاجة تهريج سياسي كل القوى السياسية أنا عم بحكي الكل بس أنا عم بحكي كل واحد وفق مسؤوليته لو في رئيس جمهورية كنا منحكي عليه بصفته أنه هو مسؤوليته أن يحفظ الدستور وأن يحمي حقوق المواطنين الرئيس بري يعني صار في أزمة خليني بس ألك خليني بس كامل هذه الفقرة سلي بدنا نعرف شو هي إذا قانون الانتخاب كانت مسؤوليتكم كرئيس كمجلس نواب ودولة الرئيس بري كرئيس مجلس نواب أنه أن يبادر إلى إقرار قانون انتخاب بعد أشهر قليلة من التمديد يلي اجتمعت على مدى مدري أشهر طويلة بدون أن تخرج بأي نتيجة بلسات الفوار الوطنية اللي هلأت لذلك أقول ما في جدية لذلك نحن نعيش حالة تهريج سياسي ما في جدية ما أخديننا ما قابدين الناس جدية ما قابدين الشعب اللبناني بشكل جد ما اعتبرين نحن هلأ منركب اللي بدنا يا بكرة هلأ بتصير الفرح والزهو والورود انتخبنا رئيس جمهورية قف بعد سنتين وشوية قال انتخبنا رئيس جمهورية ورجعنا جبنا الرئيس سعد الحريري بس منرجع لنفس الآليات والقوانين اللي كنا عايشين اللي ورطتنا لحد اليوم هذا الفساد هذه صرقة المشاعات النفايات شو ما بدك هلأو قد مين على صرقة النفض والغاز طيب الرئيس برتي اعترض ورد على عظة البطريار يوم الأحد كانت عظة عن عظة الأحد يوم الأربع كان بيان المطارين الموارنة رحب الرئيس برتي بيان المطارين الموارنة وبيان المطارين الموارنة لم يخرج ولا خطوة واحدة قيد أنملة كما يقال عما قاله البطريارك الراعي يوم الأحد بغض النظر أنه يمكن استخدام تعبير أنه أي رئيس ذي كرامي وإدراك لمسؤوليته وأنه بيكون أداة صماء نحكى نفس المضمون ولكن بأسلوب آخر ببيان المطارين الموارينة كيف نفهم الأزمة التي خلفتها العضاء يوم الأحد والترحيب ببيان المطارين الموارينة من قبل الرئيس بري واليوم الوزير علي حسن خليل موجود بهالأثناء بيبكركي وعن بيقول أنه بيان المطارين لامس الوضع كما هو وتوزع كعك العباس بعين التيني يوم الأربعة كيف فهمت كل هذا الموقف؟ وين اختلفوا؟ لا السؤال عن جد لش حضرتك فهمتي حدفهم إذا مش مختلفين لشو عملنا كل هالشوشرة وشحننا كل هالنفوس؟ أنه لم يتراجع المطارين الموارينة عما قاله البطريار؟ يرقبوا شوي ما علاش يكونوا عندهم شوية رحمة بالناس يرقبوا شوي اللي كان عم ينحط على وسائل التواصل الاجتماعي وقت اللي صار هذا السجال يعني كلام طائفي ومذهبي من فج وغمي ما بصير هالقصة؟ ليش عمقول نحنا نعيش حالة تهريج سياسي؟ ما في جدية بيحمل مسؤوليات بهالمستوى اليوم لما حكى الرئيس بري عن السلي بتقلنا السلي هي اللي موجود على طاولة الحوار طاولة الحوار يا خي شغلي لا هي دستورية ولا قانونية وغير ملزمة وهي مجلس ملي مضبط على الإياسات شو بدنا فيها؟ لو لازم نخلص منها بعد ما ينتخب رئيس جمهورية إنما اليوم اللي موجود على طاولة الحوار مصروا سنوات هذا لم يقر ولم يأخذ قرار فيه بدنا نلزم الرئيس اللي بده يجي هلأ خلال أسبوعين أنه يزبط لنا إياهم كلهم طيب انتفض غبطة الباترياركو وقال أنه يا خي عم تحطوا شروط على الرئيس ما رح نقبل رئيس ضعيف وهذا موقف متقدم ما كانت يعني كانت بكركي حتى بمراحل ما ما كانت هالقد يعني صلبة في هذا التوصيف الشغلة التانية في نقاط كتير مهمة بالبيان مرة عليها يعني موضوع الرئيس الحكم لا الرئيس الطرف ولا الرئيس الصوري كمان هذا كلام كمان متقدم بهالجانب طيب اليوم في حالة استجدد في الوسط المسيحي خلانا نكون واقعيين بدنا نقبلها وبدنا نتعاطى معاها على أساس أنه في فئة ما بعد اتفاق الطائف اعتبرت عم بحكي الأمور أنا مثل ما هي وبكل صراحة يعني وبقراءة لأني عايشت هاي المرحلة في منظومة سياسية بالبلد كان لها شريك سوري اعتبرت أن المسيحيين خرجوا مهزومين من الحرب الأهلية فصيغة اتفاق الطائف في تسوية إقليمية ودولية على أساس أن المسيحيين مهزومين وبالتالي حتى مواقعهم ومناصبهم ومسئولياتهم بالدولة توزعت بين مين؟ بين السنة والشيعة والدروس في مرحلة ما صحيح ومغاطية من مواقع كان للمسيحيين الأقل تمثيلا بمعنى صاروا يطلعوا بالبسطات وكان عندهم قوة تمثيلية لألون أو وجوه بتمثلهم أو قوة كانت إما خارج لبنان منفية أو مستبعدة من الحياة السياسية رجعت هذه القوة واستعادت وضعها في الوسط المسيحي بدعد أنا أرجع لقوانين ولأعراف عبد الحليم خدام وغازي كنعان والمنظومة اللي كانت قائمة هون في التعاطي مع هذا الموضوع لا مش مقبول هذه القصة لأنه مثل ما هو مش مقبول أنه نحن نغبن إخوتنا المسيحيين كمان مش مقبول لا يتم ظلمنا أو قهرنا إذا كنا كشيعة أو صنة أو دروس المطلوب هو التوازن بهذا الموضوع وباحترام التمثيل لهذه القوة طالما طالما نحن ما عملنا قانون انتخاب خارج القيد الطائفي ورحنا إلى انتخابات على أساس وطني وليس على أساس طائفي ومذهبي وبالتالي لما بدنا نحكي عن سلة بدنا نحكي عن هذا بد يكون فيه شيء منطقي ولأنه تعودنا على السلة يعني لا تعودنا أنا بإليك كلهم بدون لا لإلك شو السلة السلة خلانا نكون صريحين السلة عندي منظومة مصالح عم بحكي على الكل مش على الرئيس بري لحاله وهو يعني عراسن السلة هي منظومة مصالح نحن صارنا مراكمينها أكتر من عشرين سنة أما لحساباتك يا جنرال عون ما تقرب عليها هذه هي السلة الحقيقية فيه نحن عنا مواقع بالدولة عنا أماكن عنا أماكن استرزاء بالدولة بس هو العمار دعون ما عم يفاوض على السلة كمان بشكل أو بأخذ ما في فاوض ما في فاوض برجع أقول ما عم يجتمعوا ما عم يحكوا بالتفاصيل معه ما عم يحكوا بالتفاصيل ما في فاوض على شيء ما بيقدر يعطيه لحاله كمان بدنا ننتبه له ما هو كمان يعني هلأ بكلام البيانة المطارنة اللي إذا الواحد عم فكرة يعني بالمناسبة لأنه هاي عندي أدامي كمان شيء بعض أدبيات لإمام موسى الصدر إذا واحد بيجمعهم مع بعضهم في كتير تطابق وتشابه بالأفكار فيما يعني الرؤية للعلاقات اللبنانية الداخلية لموضوع الميثقية والغيرها على أي حال اليوم ما في فاوض العماد ميشيل عون لحاله ولا الرئيس سعد الحريري في فاوض لحاله عن كل القوى لذلك السلة المقصود منها أحفظ لي مصالحي ومكتسبات اللي أنا مراكمة نعم وما تقرب عليها حتى لي أمشي فيك سمع فاصل علينا سيد محمد من بعده رح نحكي أكتر عن حزب الله بمعنى أنه أين هو من مطالبة الرئيس بري بهذه السلة أي دور يمكن أن يلعبه اليوم في التوفيق ما الذي ما زال يمنع حصول زيارة العماد عون أو على الأقل وزير جبران بسيل إلى عين التيني حتى كلام العماد عون الأخير أيضا يعني أين كيف كانت أصداؤه لدى المعترضين على وصوله إلى رئاسة الجمهورية فاصل ونتابع ابقوا معنا نتابع مشاهدين هذه الحلقة ونصل إلى القسم الأخير مع ضيفي محمد عباد السياسي اللبناني سيد محمد موقف النائب جنبلات وموقف الرئيس بري ويبدو إلى جانبهم أيضا حزب الكتائب اللبنانية حسب ما قرأنا أنه الرئيس الحريري أبلغ كتلة المستقبل بالأمس أنه هذه الأطراف الثلاثة رفضوا عماد عون رئيسا للجمهورية أيضا كان الرئيس بري من يومين نقل عنه الكلام نفسه أنه معظم كل يلي التائهن الرئيس الحريري بجولته الأولى أبدوا إما اعتراضهم أو تحفظهم على العماد عون كيف يترجم هذا الرفض وهل يمكن أيضا تخطيه خليني لك أولا بنسبة للنائب وليد جنبلات كلنا بنعرف أنه مواقفه متقلبة يعني باعتبار أنه بيكون شايف هاي المرحلة لازم أخذ هاي الموقف بيجي بعد يومين بيكون فيه موقف آخر طبعا عنده حساباته اللي علاقة بالتوازنات بشبل لبنان له حساباته بالموضوع العلاقات الدرزية المارونية اللي هو بيعتبر حاله أنه صححها بعد مصالحة أو ما يسمى مصالحة أنا ما عندي مشكلة فأنا برأيي أنه الناب وليد جنبلات مثل قصة لما بكون في حلقة الدبكة إذا لقى الدبكة ماشية بيوقف بيقطر على الحاشي يعني هذا تعبير يعني بيوقف على طرف هذا وبصير يلوح بالمحرمي وبالتالي أنا ما شايفه رح يكون عقبة أساسية بتعطيل خصوصا أنه ما عم يصدر عنه مواقف وإضافة إلى أنه قال كلام هديك اليوم دكتور سامير جعجع بعد ما طلع من بكركي وفق معلوماته ويبدو أنه يعني كمان مغمئ منيح مع السعودية والإمارات وغيرها أنه نقلن عنه أنه الوزير واعل أبو فعو الراح شافر مدير الاستخبارات السعودية لحمايدان خالد لحمايدان وأنه قال له روحوا أنتوا لقوا شو اللي بتلاقوا مناسب عمله وبالتالي إذا كان هذا هو الموقف اللي عم يتداول حول يعني القرار السعودي أو التوجه السعودي لأنه ما في قرار معناته أنه أبو وليد جملاد بدي شوف كيف التوازنات الداخلية وبيمشي على السلسة بالنسبة للرئيس بري نجي للرئيس بري وين هون دور حزب الله أيضا يعني الآن السلسة خلصنا مننا لأنه هو أمام وفلع مدعو الآن السلسة خلصنا مننا لأنه هو تراجع عنه يعني وقت اللي نعمل بيان المطارن الموارني وأبدأ تأييده لإله واليوم مود الوزير علي حسن خليل عب كركي وعم يمدح البيان حسب ما حضرتك كنت عم تحكي أنه قبل ما يفوت أي شيء للصحافية قال أنه البيان لامس الوضع كما هو وبالتالي وبالتالي معناته هو عمليا قبل بالبيان اللي يتضمن نقاط ترفض أي نقاش في هذا الموضوع إلى جانب نقطة كتير مهمة ليش برجع بقول مع من مارس حتى السلطات أو يعني الدستور كما يجب والقوانين اليوم في شيء بلبنان ما بدأ اسمه فصل السلطات يعني ما في واحد يجي يعني مسؤولية رئيس مجلس النواب ومجلس النواب مجتمعا أن يراقب الحكومة أن يسائلها أن يحاسبها وليس الاشتراط عليها باللي بدأ تعمله وتحديدا رئيس المجلس لذلك أنا بعتقد تجاوزنا موضوع السلي مع الرئيس بري وحسب معطياتي رح يقوم بزيارة الوزير جبران باسيل متى؟ خلال وقت يعني خلال يمكن أو ساعات أو أيام قليلة جدا نعم بس هالشي كله ممكن يخلي الرئيس بري يغير موضوع لأن الرئيس بري يبدو أن القصة قصة شكلية عنده أنه بعيدا عن اللي حكيته قبل أنه في منظومة مصالح بتكون تنتبهول وكذا هذه بعدين بصير يبتز فيها هو وغيره يعني لأنه كلهم اللي مركبينها المنظومة بس هلأ بتمرق الأمور يعني بالشكل أنه أنا كرئيس مجلس نواب يعني ما إلي اعتباره لازم الأمور يعني تكون بالتفاهم معي وتمر عبري ولكن هل هذا سيؤدي إلى تأييد الرئيس بري لوصول عماد عون إلى انتخابات رئاسة الجمهورية بس يعلن الرئيس سعد الحريري علنا يعني بشكل واضح وصريح أنه سيدعم ترشيح العماد ميشيل عون لن يتمكن الرئيس بري من عرقلة هذا الموضوع لن يتمكن لأنه هذا بيكون صار فيه أرار كتير كبير وساعته ساعته مصير نسأل حزب الله يعني الشيء اللي نحن هلأ رح نروح عليه أنه شرف إلعاب دورك مش بس معه بديوا إلعاب دوره معه ومع الوزير سليمان الفرنجية تارك هذا الدور برأيك الحزب تارك هذا الدور يعني يفترض أي يلعبه هو لما دعون لمرحلة لاحقة ما بعد إقدام الرئيس حديري على حسن خيار طبعا لأنه ما فينا نجي هلأ نحن نطالب حزب الله بأنه طيب يعني شوف كيف بدك تخرج الموضوع وبعد ما أعلن بشكل واضح وصريح الرئيس سعد الحريري أنه يدعم ترشيح العماد مشالون لأنه كمان نستبق الأمور طبعا هنا الرئيس حريري كنت عم تقول لي حضرتك من شوي أنه يمكن كمان خيفان أنه يقدم على هذه الخطبة أنا قلت أنه رايح بهذا الاتجاه إنما عم يدرس وضعيته عم يعمل استشارات وعم يعمل حساباته هذا شيء كتير منطقي لشخص مثله غاب لفترة طويلة عن الساحة اللبنانية نعم سمح لأ إلا بكركي مع الزميل رشال كرام وأجواء زيارة الوزير علي حسن خليل إلى البطري صباح الخير رشال صباح الخير الكاتين صباح الخير هل ما زال الاجتماع مستمرا صحيح لا يزال هذا الاجتماع مستمرا مع الوزير المالية علي حسن خليل مفادا بطبيق الحال من الرئيس نبيه بر هذه الزيارة إن كانت استكمالا للإيجابية التي طريحت في الأيام القليلة الماضية بعد هذا التشنج إلى حد ما إذا ما سمي بتشنج بين بكركي وعين التين لحق بذلك البيان مطار الذي اعتبر بأنه صفحة إيجابية في هذه القضية قضية رئاسة الجمهورية وقضية السلة والتوافق الموجود لذلك الزيارة اليوم هي الأولى لوزير المالية علي حسن خليل بعد تقريبا سنتين على زيارة بكركي عادة ما لم يكن أكان مستشاري أو أيضا الرئيس بيري يزورون بكركي ولكن اليوم هناك ضرورة أساسية ليكون ملف رئاسة الجمهورية هو الأساس المحرك بعدما زار كان الوزير رئيس القوات اللبنانية سامير جعجع وأيضا الشخصيات الأخرى اليوم كان دور الرئيس بيري تمت الحال الملف الأساسي هو رئاسة الجمهورية وتحديدا هذه السلة التي جرأ الحديث عنها والمناورات بين مناورات بين وزوجين بين بكركي وعين التيني اليوم هذه زيارة تأتي بصفحة جديدة إذا صح التابعة أو صفحة إيجابية لكي يكون كمصارحة مع البطيار في قضية رئاسة الجمهورية لذلك لاحظنا مثلا بأن كان هناك نوع من صراحة تامة من قبل البطيار في موضوع السلة عدا عن ذلك أيضا الوزير علي حسن خلي هناك قضايا كثيرة كانت شائكة بين أبكركي وبين عين التيني ومنها قضية مشاعات العقورة التي كانت طرحت مشكلة بين الرئيس بيري وبين أبكركي وزراء الرئيس بيري أيضا قضية التي طرحت وهي استبدال الموظفين المساحيين في الوزرات التي مسؤول عنها الوزراء الرئيس بهبر أيضا شنجت هذه الأمور بين بكركي وعين التيني لذلك الاجتماع اليوم وهذه المصارحة التي قد تكون أكثر وضوحا وأكثر شفافية بحكم أن هناك فقط رجلين في هذا الاجتماع الذي حتى ساعة مستمر منذ ساعة تقريبا من المفترض أن تفتح أفاق جديدة في هذا الملاف وأن تفتح أيضا نوعا من مخارج أخرى بخص رئاسة الجمهورية وأيضا العلاقة بين عين التيني وبكركي على أن يكون أيضا لقاء لسيد بكركي مع رئيس الجمهورية السابق مشال السايمين بعد تقريبا ربع الساعة وبالتالي إذا كان موعد رئيس الجمهورية السابق عند الساعة الثانية من مفترض أن لا يطول الموعد أو اللقاء بينه وبين وزير أمالية علي حسن خليل الذي حسب تصريحه سوف تتبايع الأمور إما أن تتجه أكثر إلى الإيجابية وإلى انفتاح في هذه الملفات وإما إلى تعقيد مجددا في هذه القضية علينا أن ننتهي ذلك كاترين شكرا لك راشال بما تبقى لنا من وقت سيد محمد سريعا العمدعون واضح أنه يتصرف في نكام مرشح جدي نقرأ أنه يحضر خطب القصم وتشكيلات الحرس الجمهوري بحسب ما كانت بالسفير اليوم ولكن واضح أنه في تهدئة بخطاب العمدعون هو لا يريد أن يصاعد بأتيجه أحد يريد أن يتصالح مع الجميع كمرشح جدي لرئيسة الجمهورية برحى رجعه على الحكومة وإن كان بشكل مشكل للوزراء حتى خطاب تجاه الطائفة السنية أو المكونات القيادات السنية كان واضح الإيجابية يلي تميز فيها كلام العمدعون الأخير ما صعدوا كثير مثل ما كان متوقع حيال تمديد العمدجان قهوجي ما كثير متوقع بقى تصعيد أوي حتى بيوم 16-20 لأحد المقبل كل هذه التهدي أو هذه الإيجابية هل تكفي وهل برأيك يمكن أن تلاقي أصداء إيجابية لدى المعترضين على انتخاب هل هذه تزيل يعني عصي من دواليب يعني مسيرة الوصول إلى رئاسة الجمهورية وبتعزز الفكرة اللي يعني تضمنها بيان بكركي حول موضوع الرئيس الحكم إنما من موقعه القوي وليس من موقع الصور اللي نحكي عنه بيبقى يعني مسألة الوصول لرئاسة الجمهورية بحد ذاتها مش هي يعني هي مهمة بس مهمة لتحقيق شو لتحقيق مشروع سياسي إذا ما بدنا نرجع نبني أو نعيد صياغة نظام سياسي من خلال قانون انتخاب أمرين أساسيين كان دائما يرددون دورة الرئيس الحسيني فيما يعني إعادة تكوين السلطة قانون انتخاب متوازن وعادل يؤمن صحة التمثيل لكل شرائح المجتمع نعم والأمر الآخر استقلالية القضاء وهو أحد المصائب التي يعاني منها الشعب اللبناني ولبنان لأجل هذا الموضوع لذلك يعني مثلا بقانون الانتخاب ما عليش بدو قف عند الشي اللي قالوك باختصار شديد لا بقول قانون الانتخاب العتيد الذي يريد منه اللبنانيون بجميع أطياف أن يكون قانونا يطلق مسار لتمثيل حقيقي مشبع من الميصاق والدستور نقطة الأهم ويفسح في المجال لقوة جديدة وروح جديدة تصل إلى المجلس النيابي فلا يكون قانونا مفصلا بإحكام ليعيد انتاج ما هو قائم طيب هذه الشغلات اللي بدنا نناقشها ونتعطى معها القصة مش قصة تبويس لحة يعني عادة لما بتنعمل التسويات ليش قلت فيه تهريج سياسي منعلي 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 سقف الخطاب وبعدين منصير نشوف كي بدنا نلملم القصة بس بتصير القصة بعدين هلأ هون الاتكال على مين الاتكال على أنه مواف بكركي يظل صامت بهذا الاتجاه لتحقيق هذه النقاط اللي بيجمع عليها كتير من اللبنانيين على مختلف طواقفهم والنقطة الثانية أن رئيس الجمهورية أن يتبنى لأنه بيده كمان مفاتيح بهالموضوع أن يتبنى هذه الطروحات ويحاول يحققها قبل موعد الانتخابات المقبل وهون بدنا نشوف حزب الله شو رح يكون دوره بالمرحلة اللاحقة أنا كمان مش بس بهمني بالمرحلة اللي هلأ هي أنه لإيصال العماد مشالعون إلى رئاسة الجمهورية نعم بتشكر حضورك معنا اليوم السيد بخمد عبايد ما تسنلنا نحكي بالشعون الإقنمية يلي شف يعني شيخنا عين قاسم أنها كلها مؤجلة ويمكن هيدا الكلام يعني يصادل عن شيخنا عين قاسم أنه كل شيء في المنطقة مؤجل قد يوحي أيضا بأنه قد يكون الاستحقاق رئيسي معجلة بدوره في لبنان شكرا لألك على كل حال وأهلا وسهلا فيك ونحن مشاهدينا بشكر مرتبعتكم ولكن نحن نبقى معكم في حال ورود أي جديد خصوصا فيما يتعلق بلقاء البطريات الراعي مع الوزير علي حسن خليل في بكركي في هذه الأرض ترجمة نانسي قنقر